السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم وكيف ما طلبتم مني قد نشارك معكم طرطة بثلاثة ديال الطبقات بدون فرن بدون طرة بكهربائي بدون كريمة ولا شونتي بقلاساج اللي سهل كذلك وبدون جيلاتين كجي راقية في الشكل وحتف المداق اللي المداق ديالها يجيب بنين بزفزف مقاديرها متوفرة عند اي واحد واي واحد ان شاء الله يقدر يصاوبها وتنجح معه فانتمنى من الله الفيديو ديال اليوم كيف العدينا الإعجاب ديالكم ويلبي الطلب ديالكم منطبوش عليكم خليكم معهد الفيديو الاخير تتشفوا معنا المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير على بركة الله غدي نبدأ بتحضير طبقات الكيك اللي غدي نحتاج اليوم هنا حبة ديالبيت كأس ديال سكر مية وخمسين جرام كيس من سكر المنسب بالفانيلا كنكها والقبيصة ديال الملحة كيف العدينا غدي ناخد هنا غير طرة بيدا وممكن نديروا المكونات كاملة في الخلط فاليومانا غدي نخدم هنا غير بخلط يدوي كنخلط مزيان 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 سكر مع البيت حتى كنفكك شوية هدوك الحبات ديال البيت من بعد غدي نضيف هنا كأس ديال حليب بدرجة حرارة الغرفة وغدي نضيف كأس الى ربع ديال الزيت نباتية او ما يعادل مية وعشرين ملي كيف العادة نخلطهم كذلك مزيان مزيان حتى كنساجموا مع بعضياتهم ونبدأ بإضافة النواشيف فبالنسبة للنواشيف قد ناخد هنا كأس ونصف ديال الدقيق الأبيض دائما نوعية جيدة خاصة بالحلويات ما يعادل مية وستين جرام ملعقة كبيرة ديال كاكاو المور ما يعادل اشرين جرام وعندي هنا جوج اكيس ديال الخميرات الحلويات كل كيس فيه تمانية جرام اي بالمجموع ديال كاكاو وكذلك ديال الخميره وانا كذلك بالطراب اليدوي اولا بالخلاط اليدوي كنحاول نخلط مزيان حتى كنساجموا مع بعضياتهم وكنتحصل على خليط ديال الكيك العادي جدا فمن بعد ما كنخلط الخليط مزيان حتى كنساجم بهات الشكل هدا كيف كتشوفو هنا مباشرة غدي بناخد لسادي الأنيات اللي يكونوا متشابهين اولا متقيسين باش كذلك نقسم فيهم الخليط ونتحصل على حصص ليكونوا متساوية متقيسة باش الطبقات ديال كيك كذلك يجوني قد قد في الحجم فغدي نحاول هنا كيف كتشوفو معايا نقسم الخليط بالتساوي ومن بعد هنا غدي ناخد ان شاء الله الميقلات اللي غدي نطيف فيها بالنسبة لقياس ديال الميقلات فالصطح ديالها عندي القياس ديال وفيه 26 سنتيم طبيعة الحال قاعدة كتكون نقصة شي شوية كند هنا هنا مزيان مزيان بالزبدة وغدي ناخد الكمية الاولى ديال الخليط غدي نفرغها بات الشكل هدا وغدي نحاول نوزعها بالتساوي من الجهات كاملين طبيعة الحال باش نتحصل على طبقة اللي هي متقيسة طبعا من بعد فانا غدي ندوز مباشرة للغاز اللي كيف تكنقول دائما النار تكون مهيلة بزف بزف ضروري من العازل سواء هكا العازل ديال الطاجين او لا مقلع عندكم مقديمة او لا ورق الاليمنيوم طبيعة على اربعة او على تمانية توضعوه عازل ما بين النار والميقلات ضروري تغطيو عليها بغطاء اللي ما كيكونش هكا كيينفز وكتخليوها بالنسبة للطبقة الاولى فهي كتاخدش شوية الوقت تقريبا من 13 حتى 15 دقيقة على حساب الغاز ديالكم هي غير كتنشف من الوجه ديالها صفي كتكون واجدة وردو معها البال صفي هنا هنا كنحاول كنتأكد انها ملاسقاش كنحاول هكا كيفشتو معايا كندير واحد الاطار هكا من التحت وكنقلبها على الجهة الاخرى ما كنعاودش نغطيها كنخليها غير كتنشف تقريبا 31 حتى 40 ثانية من الوجه ديالها باش ما تكسرش لنا صفي وكنزوولها وكنوضعها مباشرة فوق شبكا بالنسبة للميقلات كدلي كنعاود هنا واحد القطعة ديال الزبدة اولا الزيت ماشي ضروري زبدة حتى الزيت ممكن يعني يدهنو به وكنفرغ الحصة الثانية ديال الخليط كدلي كنحاول انه ينوزعها بالتساوي من الجهات كاملية مش كنتحصل الى طبقة اللي هي متساوية وكنعاود نغطي عليها وكنمقاب هات الشكل هذا حتى كنكمل كمية ديال العجين كاملة وكنتحصل على الطبقات بثلاثة ديال الكيك هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنطيبهم انتو ما كيف كتشوفو وكنخليهم حتى كيبردو طبقات اللي كيجي ورائعين صدقوني هاد الكيك هدا كيجي خفيفو هشيش طبعا لان فيه الزيت والحليب هنان غادي ناخذ واحد الايطار ونحاول نقطع فقط هنتو ما كيف كتشوفو غير هادوك الجواني بلي كيكونوها كناشفين شوية غير كنزولهم باش ميبقوش لاناشفين كذلك الشكل ديال الطوطة ديالنا من بعد يجيزوين فانا غادي نستعن هنا بايطار ممكن طابعة الحال تقطعوهم غير بسكين كنحاول غير ننقص غير هادوك الجواني بلي هما ناشفين غادي نزولهم ونرجع معاكم فانا من بعد ما قديت طبقات ديال كيك غادي ناخد طبقة الاولى وهنا ضروري انه يكون عندكم هاكا واحد الايطار اللي كيتحل من الجوانيب سوان هاد الايطار هادا او لا الايطار ديال المول ديال كيك ضروري لانا الكريمة باش متخرش لكم من الجوانيب كان موجدو من قبل وهنا كنتوز نحضر الكريمة اللي كانحتاج لها اربع كوز ديال الحليب او ما يعادل بالضبط 650 ميلي لتر غادي نضيف عليهم هنايا خمس ملاعق كيبار ديال السكر وممكن تنقصوه هنا يا ربع ديال الملائق قادي تكون كافية فانا ضفت هنا خمسة ديال الملائق كيبار ديال السكر وغادي نضيف هنا يا ربع ديال الملائق اللي كيكونوا عامرين كيف كتشوفو ديال الناشا او لا ما يزينه هنا ممكن تعودوها بلا كخيم باتيسيق او للناشا هنا ما تديروش الدقيق من الافضل باش ديكم كريمة الماداق ديال هزوين كان خلط مزيين مزيين على البارد ومن بعد كان وضعها فوق نار اللي هي متوسطة مع التحريك المستمر كيف العادة حتى كتقلينا هكا الكريمة واحد شوية وكتوصل لمرحلات الغليان ضروري هاد نعدي الكريمة كيف كتعرفو تخليوهم حتى يوصلوا لمرحلات الغليان يعني كيدروا لنا فقاعات في الخليط كيف غادي تشوفوا معايا بهتشكل هدا فانا كنخلي يعني حتى كيغلال الخليط مزيين سوف يمني كيدر الفقاعات بهتشكل هدا فانا غادي نطفع له النار مباشرة غادي نزوله وغادي نضيف له باقي الاضافات هنو الكريمة وهي باقي سخونة فغادي نضيف لها الاضافات اللي غادي عطيوها مداق اللي هو مميز هدي سنا ملعقة صغيرة ديال الفانيلا او لجوج اكياس ديال الفانيلا علبة ديال الفلون كراميل الوزن ديالها 80 جرام وعندي هنا 80 جرام ديال الشوكولاتة البيضاء ما يعادل 12 قطعا ممكن ديرو غير 60 جرام او لخمسين جرام كافية جدا طفي هنيا غادي نخلط هتشيكل شاحتة غادي نساجم لي مع هاد الكريمة هدي وكيدو بطبيعة الحال هدو مالاضافات اللي كي أعطيو هاد الكريمة ما داقلي ومميز بالاضافة ل القطاع ديال اوريو اخذت هنا القطاع ديال اوريو حاويت اني نهرس هم قطع اللي هما صغيرة ونضيفهم حتى للمرحلة الأخيرة بطبيعة الحال باش يبقا محافظين على الشكل ديالهم او مباشرة غدين ناخد هنا طبقة ديال الكيك هنذا كش يعيش كتليكم هنا ضروري من الاطار باش هاد الكريمة هادي لانها كتكون كيف كتشوفو خفيفة شوية باش متخرش لكم من الجوانب كنحاول انني نوزعها بالتساوي كنوضع نسف الكمية بطبيعة الحال باش كيجوني الطبقات ديال الكريمة متقدين بطبيعة الحال كنضيف اولا كنوضع الطبقة التانية ديال الكيك كنحاول نضغط عليها غير هكا شوية ماشي بزاف غير كنحاول نقضل لها الوجه ديالها باش الكريمة متخرش ل كنوضع الطبقة التانية والاخيرة ديال الكيك و كنحاول نقضها مزيان مزيان و كندخلو يبرد ضروري ضروري يبرد على الاقل جوج ديال السواع باش كيتمسكولينا هدوك الطبقات مزيان بالنسبة للقلاساج عندي هنا مية جرام ديال شوكولاتة الصوداء مايو عدلت تشلقها مربعة وضفت ليهم هنايا ربع كأس ديال حالي الليب اللي هو سخون او مايو عدل اربعات ديال الملاعق كبار ديال الحليب هنا يا ضروري غدت تاخدو هكا واحد الفوي و تخلطو مزيان مزيان غدي بليكم بان هاد الشوكولاتة بحل تحببات هكا اولا بدت كتنفاصل اولا خسرات فما تخافوش منها هانتو ملاحظوا معي فانا ما غدي نقطع معكم حتا شي لقطة وغدي تشوفوا معي امتا غدي نتوقف فكانبقا هكا بالفوي اولا بالطراب اليدوي كانخلط انتو ما شوفو هنا راه مازل مازل سيحة مازل ج كتبان هكا منفاصلة فكانبقا كنخلط كانخلط مزيان مزيان حتى كتشوفو انها بدت كتنفاصل على الجواني بديال اليناء اولا ديال زلفة وكتولي بحل شكل ديال شي كريمه هكا خفيفة اولا صوص منساجمة ولامعة هنا مباشرة كدلي كانفرغوها من فوق طبقة ديال الكيك لانها ضغية ضغية كتعاود تمسك فكانخدموها مباشرة وكانزينو بها مباشرة هانتو ما شوفو معي كانخدم بها بسرعة كانحاول نوزعها مزيان من فوق الطبقة ديال الكيك هنا كيف كت تشوفو كان قدها بسيان كيف كتلكم هذا القلصاج هدرها ضغية ضغية كيتمسك يعني في اقل من دقيقة كيكون كيتمسك فإلى كنتم غد توضعه شي تزينفا حاولوا انكم تزينوها مباشرة يعني كل شي خمكن عندكم مجد كتحدروا القلصاج كتوضعوا التزيين ديالكم هاد القلصاج هدا كيف كتلكم كتخدموها بسرعة وكتوضعوه بسرعة لانه ضغية كيتمسك فهانتوا ما شوفوا معي ضغية ضغية كيتمسك فماعانها يعني الوجه ديالك يبليكم هاكلامع اولا مازال خفيف لكنه تماسك هكا يعني في اقل من دقيقة ربعين ثانية كيكون القلاساج ديلكم واجد والطردول ديلكم ها هي واجدة كيف كتشوفو كتحولو هكا تزولو هذك الاطار تقدو الجوانب بطبيعة الحبش تحصلو على شكل اللي هو مثالي ننزل لها شوية ديلي بيسكوي هكا ملوسات وتزين دائما كيبقى اختياري انا كنقترح لكم اقتراحات اللي هي بسيطة متوفرة بالنسبة لهذا الشوكولاتة اللي زينت من الجوانب وممكن تعوضوها بالفيتين او للوز ايفيلية او للكوكو اي حاجة عندكم طبيعة الحل او لخلو غير هذك القلاساج ما تزيدو لح تجي حاجة من الفوق غير بوحدو راه كافي شوفو معايا كيفاش كتجي راقية كأنكم خدمتوها بشي مكونات اللي هي كتيرة او لا كريمة اللي هي يعني متميزة كريمة اللي هي بسيطة لكن الاضافات بطبيعة الحل اللي كنضيفو لها يلي كتعطيها مداقلي ومميز كيف العادة بنقصم معاكم باشتوفوا الشكل ديالها القوام ديالها لاحظوا معايا القلاساج ما ان الوجه ديال وولا السطح دياله كي بقلامع فهو كيتماسك وما كيسيحش نهائيا وكيعطينا شكل اللي هو زوين شوفوا معايا الطبقات ديال كيك الطبقات ديال الكريمة انا هنا مخليتاش بردات بزاف كي بكتلكم اقل حاجة هي جوج ديال سويع باشتعطيكم قوام اللي هو زوين ردي نوضعها معاكم في طبق باش تشوفوها مزيان عن قرب تشوفو الطبقات ديال كيك الطبقات ديال الكريمة والقلاساج كذلك صدقوني انها مع انها يعني بسيطة في مكوناتها في طريقة تحضير ديالها لكن المدق ديالها كي يجي رائي وحت الشكل ديالها كي يجي زوين تمنى انها تنال اعجاب ديالكم وتجربوها وإلى عجبتكم ما تنسوش تخليوا لي يا لايك لتشجيع شاركوا هاد الوصفة مع احبابكم وصحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي إلا كنتم من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فكندعوكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك او لابوني او لصبتكرايب الموجود اسفل الفيديو فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات فهذا كان يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة